تنضم إلينا مرشحة تحالف القرار العراقي عن المشروع العربي السيدة وسن إذن مراقبون عدوا الحشود التي حضرت احتفالية تحالف القرار بأنه استفتاء على البرنامج الانتخابي لتحالف القرار العراقي أنتم ماذا ترون سيدتي؟ هل تسمعينني سيدة وسن؟ سيدة وسن عدنان هل تسمعينني؟ كنا نسأل بخصوص الندوة الحوارية التي أجرها تحالف القرار مراقبون يعتبرون بأن الحشود التي حضرت تلك الندوة الحشود التي تدعم تحالف القرار يعني يعد استفتاء ما حصل في تلك الندوة وحتى في كل الندوات السابقة واللاحقة يعني استفتاء على البرنامج الانتخابي لتحالف القرار العراقي أنتم ماذا ترون؟ العفو سيد أولا السلام عليكم وحسابه وبركاته أهلا بك سيدتي الإشارة كانت غير واضحة في البداية ولم أستمع إلى بداية الحوار أتمنى فقط إعادة سريعة للسؤال الوقت لك الآن سيدة وسن يعني كنا نسأل بخصوص الحشود التي حضرت إلى احتفالية تحالف القرار وحتى الندوات التي يعقدها تحالف القرار يعني هناك من يرى بأن ما يحصل أو ما حصل في تلك الاحتفالية إنما هو استفتاء على البرنامج الانتخابي لتحالف القرار أنتم ماذا ترون؟ الحشود التي حضرت هي حشود فعلية كانت برغبة داخلية لأعطاء صورة واقعية إن الناس الآن باتجاه الأفكار الجديدة البرامج الجديدة المشروع العربي الحمد لله يضم كفاءات متعددة في جميع المجالات المهنية العلمية التخصصية في مجالات خدمة المجتمع هذا البصمة أو الطابع للمشروع العربي أعطى متغيرات كثيرة في الشارع العراقي خلال جولاتنا المتعددة يعني للصراحة المطلقة خلال جولاتنا المتعددة الكل يمتدح أو يعني يرغب في المشاركة في الانتخاب لأجل ما نسمع إحنا في المشروع العربي الهدف الأساسي أن المشروع العربي أعطى بصمة مغايرة لجميع موجودة الآن في الساحة من أتكلم أنا ويتكلم دكتور زيد أو يتكلم دكتور يحياء أو ست منال أو ست عروبة أو يعني ما تتكرني الأسماء كلها بس الأسماء الموجودة هي بالذاكرة كثيرة وكلهم ما شاء الله كفاءات وإبداعات متنوعة نحن نطلق بصوت واحد وأهدافنا أهداف حقيقية وأهداف نريد فيها مصلحة الشارع العراقي مصلحة الإنسان من مستوى مثقف إلى مستوى بسيط هذه اندفاعهم كان اندفاع جدا حماسي ولأجل أن يعطون طابع للشارع العراقي أنه انتهى انعطاف الآن في مسيرة العراق انتهى دور الوجوه الكالحة التي لم تعمل ولا تريد أن تعمل للعراق ودور الآن الوجوه التي تهدف إلى مصلحة الشعب العراقي رؤية تحالف القرار فيما يتعلق بمحاربة الفساد والفاسدين وهي نقطة يثيرها عفوا كثيرون لكن لا أحد يتحدث عن رؤية محاربة الفساد وهدر المال للعام ما هي رؤية تحالف القرار في هذه النقطة تحديدا سؤال جدا رائع يعني المعظم الناس الآن يتكلمون عن محاربة الفساد وفي ناس كثير تتباهى أمام القنوات التلفزيونية ويتباهى بما يعمله أمام مرأة الناس ولا يوجد هناك من يحاسبه أو ما يوجد هناك من يردع أو محاسب لهذه الفعل الأساسي نحن من حارب الفساد وليس بالقول بالفعل الرؤية الأساسية أنه يتم تشخيص الخطأ ومعالجته وليس التباهي فيه أنا من أظهر أمام التلفزيون واستعرض ملفات للفساد تخصني أو تخص شرهر بها جهات أخرى فإذا العملية منها وليس محاربة الفساد أختي المحاربة العملية منها هي تشهير أنا عندي ملفات فساد حقيقية وأريد منها أنهي هذا الفاسد أقدمها للقضاء القضاء يجب أن يكون له الدور الحاسم في محاسبة الفاسد للأسف الشديد قنواتنا التلفزيونية سنوات تعرض ملفات هائلة من الفساد وبدلائل ومستندات ولا يوجد أي محاكمة حقيقية فإذا استعراض ملفات الفساد هي عملية ابتزاز أنا أولها أو عملية تشهير بالمقابل عملية إسقاط شخصيات ولكن ليس لها أي إجراء قانوني حقيقي الآن إذا وضعنا القوانين الصحيحة ويكون العدل هو يأخذ مجراه وأقدم كل ملفاتي للقانون وليس للقنوات الفضائية إحنا الإعلام إلى دور فعال في إظهار المعالم الفساد وليس له الدور الحقيقي في التجريم يعني إحنا المجرم يثبت إدارته أو يعتبر بريء إلا أن يتم حالته إلى القضاء بالتأكد هنا القضاء من إحنا نستساءل بيناتنا أي هذه الملفات الفسادة تتنعرض يوميا عبر قنوات التواصل عبر التلفزيون ولا يتم بها إجراء نستساءل أهل القانون يخبروننا إحنا ما إدنا إجراء قانوني رسمي نتخذها تجاههم هي عمليات إعلانية تشيرية على ذكر الإجراء القانوني لأجل محاربة الفساد نعم يعني عذرا للمقاطع سيدتي لكن على ذكر الإجراءات القانونية وحتى يعني ما لوحت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الغرامات المالية فرض غرامات مالية بالإضافة إلى الحبس المشدد لمن يثبت بأنه قد مزق دعاية انتخابية أو يعني تجاوز وشوها سمعة أحد المرشحين يعني بودنا أن تضعينا في رؤيتكم لما يحصل من ظواهر في المجتمع للنيل من المرشحين وعلاقة تلك المظاهر بالتسقيط السياسي من قريب أو بعيد يعني الأسف الشديد هي ما صارت حملة انتخابية صارت حرب انتخابية يعني الإسقاطات التي تحدث الآن في إسقاطات أخلاقية إسقاطات في تمزيق الصور الإعلانية يعني سيدتي أنا أقول الشغلة محددة الصور التي الآن تملأ شوارع بغداد أو كل المحافظات الآن المواطن أصبح من الذكاء أنه متى يجي لهذه اللعبة أنه أنا أملي صوري في الشوارع المواطن الآن ينتخب على أسس معينة الآن إحنا في عطافة في تاريخ الإراق تركينا من المراحل الانتخابية الثلاثة اللي مرت خلال من 2003 إلى الآن المواطن العراقي أصبح الآن من الذكاء أنه لا يستغل بهذه الفلكسات أو اللوحات الإعلانية التي تهدر فيها ملايين الدولارات التي هي المفروض تنشئ ميزانية أو تعمر البنية التحتية تظهر الآن خلال هذا الشهر في ملايين دولارات تعلن على اللوحات لماذا؟ إذا أنا كفوءة لا أنتظر اللوحة تعلني إذا أنا كفوءة أنتنقل بين الناس بين الشوارع أشوف حاجات الناس البرنامج يكون انطلاقي من الناس وليس من اللوحة الإعلانية للأسف الشديد ولكن هذه صارت حرب انتخابية تستهدف فيها مع بعض إحنا إذا نريد أن نغير نغير ما بأنفسنا نكون نبدأ بالصح إذا أنا مزقت لمؤيدين مزقوا صورة مؤيدين آخر وشن الفائدة إلى متى نوصل من هذا الجهل عملية التمزيق للوحات للعلانات المرشحين أو الإسقاطات التي تموت بعض الشخصيات للأسف الشديد حتى تظهرنا بلد متخلف أمام العالم يعني نلتمس من كل الموجودين الآن في الساحة الانتخابية طيب هي فرصة لتوجيه رسالة هي تعطي نعم هي فرصة لتوجيه رسالة سيدة وسن انطلاقا من جزئية تفضلت بالإشارة إليها يعني من كان بين الجماهير بين أهله وناسه سيكون لهم مكان تحت القبة رسالة بعد أسبوعين من بدء الحملة الانتخابية توجهونها إلى الناخبين إلى جمهوركم تحديدا يعني رسالتي إلى كل مرشح ومرشحة في هذه الحملة الانتخابية ابتعدوا عن ما يسمى بمرض الإعلانات أو اللوحات الإعلانية في الشوارع المواطن الآن أصبح من الذكاء يعرف أن هذه خدعة وهذه ضحوكة عليه موقعكم الآن مع الناخب في بيوت الناخب في مدارسة في شوارع تكلموا معها بشفافية وفي أعلى سقف كان من الحرية أعطوه الحرية نحن نتحدث باللغة العامية يتفضفض ما فيه داخله فيه هموم كثيرة لامسناها في الشارع الإراقي هموم أنه الناس ما وصل تم يعني الناخب في بعض المرشح في بعض الأحيان يعتمد على وسائل السوشال ميديا أو وسائل اللوحات الإعلانية أنه في يعني خدوعة أنه هي هالحة نجحة لا لنجحك هو المواطن العراقي من المثقف إلى البسيط بالمقابل إذا أنت كسبت عائلة كسبت بالمقابل وسن عدنان هاشم بالمقابل يعني بمقابل ما تفضلتي به سيدة وسن وسن عدنان هاشم ماذا ستقدم للناخب عندما تكون تحت القبة يعني اللي أتمنى ليس فقط أنا كمرشحة أتمنى من كل إنسان حريص على بلده وريد يرجع العراق مثل ما كان وإن شاء الله بعد أحسن لأنه نبني وليس نهدم برامجنا إن شاء الله تتنوع استهداف البنية التحتية من الرعاية الصحية الرعاية الاجتماعية يعني ناس عندنا ناس كبار في العمر يعني وصل بهم الزمن إلى أنه يكونوا من العوائل المتعاففة لماذا؟ وين حقهم بالبلد العراق العظيم؟ وين حقهم بالخيرات البلد؟ إذا كان الرجل وصل إلا مرحلة من الستين من العمر أو إمرأة ولم تخدم ولا يكون إلها تقاعد بس لازم يكون إلها شمول بالرعاية الاجتماعية الموقرة المحترمة وليس فتات الرعاية الصحية يجب أن تأخذ طورها بأبعاد يعني بكل أبعاد عندنا الآن شريحة الشباب العاطلين وهم تمثل سبعين بالمئة من الإراق عندنا طبقة عاطلة عن العمل وللأسف الشديد هاي الشريحة لو استهدفت بالمشاريع والإعمار حيتحول الإراق إلى شكل آخر مجرد أن تعطوه مجال وفسحة من الأمل يتنفس في هذا الظلم الهالك شريحة التعليم بما أنني دكتورة أكاديمية وعندي التماس مع الطلاب مع الأكاديميين مع التدريسيين فأنطلق من رؤية كتدريسية وأكاديمية أنه التعليم الأكاديمي يجب أن يأخذ رؤية أخرى يعني إحنا صادنا فترة تقريباً تقريباً خمس إلى ست سنين لا يوجد هناك بعثات شباب يعني يدرسون بالخارج يعني إذا ما وكبت العلم مستحيل يصير تطور عندك هذا نتكلم بمجال التعليم الأكاديمي التربية الرعاية الاجتماعية الرعاية الصحية البناء التحتية والفقرة الأساسية استنهاض المؤسسة الصناعية الزراعية يعني نتمنى أشوف منتوج كتبه فيه صناعة في العراق أتمنى يكون شيء اسم صناعة في العراق إلا ما إلا يعني إلا فالشيء صناعة في العراق وإحنا صناعنا بمتيار نعم بالتأكيد إنما تنهض الأمم بالعلم والعلماء نعم بالتأكيد إنما تنهض الأمم بالعلم والعلماء وكذلك عجلة الصناعة كما أشرت أخيراً الحمد لله والشكر نعم مرشح التحالف القرار عن المشروع العربي نعم سيدتي تسلمين مرشح التحالف القرار عن المشروع العربي وسن عدنان هاشم ساحتكم هذه الفرصة للتحدث نعم شكرا شكرا لكم شكرا جزيلا لك سيدتي مرشحة تحالف القرار عن المشروع العربي وسن عدنان هاشم كنت معا عبر الأخبار